بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمد الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إخواتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بحضراتكم في هذه الحلقة من شاشة قناة الصحة والجمال وكما تعودت أن أستلهم من اسمها دعاء لحضراتكم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدكم صحة وعافية وبركة وبهاء وجمالا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه يا رب العالمين أحب أتقدم للأمة العربية والإسلامية ولمصرنا الحبيبة ولكل شخص بإسمه أو بشخصه يعني في العالم الإسلامي كله بالتهنئة والتبركات بهذا العام الهجري الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمى فيه على الأرض كلها اليمن والبركات والسلام والخير وأن تنطفئ نيران الحروب في كل مكان وأن يتعاون الناس جميعا على البر والتقوى وأن لا يتعاون على الإثم والعدوان إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة في كل جانب من جوانب شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج لوقفات مش لوقفة لوقفات تتأمل فيها هذا الجمال وهذا الجلال وهذه الهيبة وهذا الخشوع وهذه العظمة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فأنا عايز أخذ مع حضرتكم جانب يمكن أخذاه كثير من العلماء هو متعلق بسلوكنا وبشيء مهم جدا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وهو جانب الدعاء وزي ما احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة والله عز وجل من قبل يقول في القرآن الكريم إن الذين يستكبرون في الأول آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي العلماء قالوا يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين والله سبحانه وتعالى طلب منا أو أمرنا أن نسأله يعني ندعوه نطلب منه واسأل الله من فضله لأنه هو وحده الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهو سبحانه الذي له ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهو الذي يعطي يعني ويمن سبحانه وتعالى يعني بواسع العطاء عز وجل وخزائنه ملأ لا تنفد أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل فكيف لا ندعو ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن قبل صحح الله سبحانه وتعالى ما صار الناس في طلبهم من المخلوقين خصوصا إذا كانوا أصنام ولا حجار ولا أشياء لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كما جاء في سورة فاطر جانب الدعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القشوع الكامل والتبتل والضراعة والقرب الكامل لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لربه ومولاه تبارك وتعالى يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وانت أسمتها كده وضعت عنوان لتمام الخشوع وتمام الضراعة وتمام التبتل وتمام القرب من الله فإنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرفع وكف الضراعة لمولاه تبارك وتعالى أو تراه ساجدا يطيل السجود يدعو الله تبارك وتعالى ربما بدعاء واحد أو تراه يقوم الليل بآيتين يكرر فيهم الدعاء لأمته حتى ينزل الله سبحانه وتعالى جبريل ويبشره بأن الله سيرضي أمته ولا يسوء فيها أبدا صلى الله وسلام عليه تجدوه مثلا في غزوة بدر يرفع كفة ضراعة إلى رب العزة والجلال حتى تقع بردته من على كتفيه من اجتهاده في الدعاء والضراعة صلى الله وسلام عليه تجدوه وهو في رحلة الطائف بعدما يرمى بالحجارة من السفهاء يأخذ جانبا من الطريق ويجلس ويدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الباك اللي هنشوفه من شوية يعني حينما تريد أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب من شخصيته وعبادته انظر إليه أو ادخل إليه من باب دعائه وضراعته عليه الصلاة والسلام ليس ذلك وفقط هذا نبينا ونعرفه لكن نحن تعرفنا على عدد من أنبياء الله ورسله في القرآن الكريم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما كما يقول الله تبارك وتعالى فشفنا يعني صيغ للدعاء على ألسنة بعض الأنبياء الذين وقع عليهم ابتلاءات ومضايق معينة فليس لهم يعني ليس لهم يروا ذلك وعلمونا ذلك أنها ليس لها من دون الله كاشفة خذ مثلا على سبيل المثال كما جاء في سورة الأنبياء عدد ذكرهم الله عز وجل من الأنبياء ونحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ونحبهم جميعا وما تعرفنا عليهم من طريق صحيح إلا من هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن العظيم سبحان من أنزله يعني القرآن جعلنا لا نؤمن بالأنبياء فقط إنما نحبهم نعطيهم كل ولائنا نعيش معهم بمشاعرهم أنت تحب سيدنا يوسف من أي طريق عرفته من حكاية القرآن عنه ومن قصته المذكورة في القرآن الكريم كلما ذكرت والعجيب أنك تبكي حينما تقرأ صورته وتقرأ قصتك كأنك تراه وكأنك عايشته عليه السلام حينما تقرأ عن سيدنا إبراهيم تجد ولائك لهذا النبي العظيم يتجدد هو سماكم المسلمين من قبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه إسماعيل وحينما تقرأ عن سيدنا داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وسليمان إلى آخر هذا تجد محبة تتفجر من قلبك وتفيض من مشاعرك تجاه هؤلاء الأنبياء وما فعل ذلك فيك إلا القرآن الكريم كتاب الصدق الذي يعني الحديث الذي لا يفطر أبدا فجعل من صدقه ومن حكاياته عن هؤلاء الأنبياء جميعا جعل حبك ليهم حب قريب من ذلك هذه اللوحة القرآنية في دعاء بعض الأنبياء حينما وقع عليهم ابتلاءات معينة سيدنا أيوب كلنا نعرف قصته وقصة مرضه وصبره على المرض لكن حينما جاء يدعو ربه سبحانه وتعالى سجل القرآن العظيم دعاء صيغة الدعاء التي دعا بها التي نطق بها سيدنا أيوب عليه السلام وحينما يذكر القرآن الكريم دعاء النبي واستجابة الله له إنما يدلك على أن باب الله لا يغلق سبحانه وتعالى وفي هذا تشريف ورفع مقام جديد لهذا النبي الذي يدعو فلما دعا سجل الله دعاءه في كتاب يطلى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين جيل وراء جيل يقرأ دعاء سيدنا أيوب كيف دعا الله سبحانه وتعالى وكيف استجاب الله لدعائه سيدنا ذنونس اللي هو سيدنا يونس حينما ألقي في البحر والتقماء والحوط سيدنا زكريا سيدنا يحيى كل من دعا ربه سبحانه وتعالى من الأنبياء سجل القرآن الكريم دعاءه تشريفا وتكريما وتعليما للموحدين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين أنه ليس لنا إله غير الله ندعوه وليس لنا إله غير الله يكشف ما بنا من أحزان وهموم وغموم ليس لنا رب سواه عز وجل يشف الأمراض ويفرج القربات ويزيل الأحزان ويوسع الأرزاق ليس لنا غيره سبحانه وتعالى هل تعرفون لنا ربا غير الله عز وجل أإله مع الله هل تعرفون ربا غير رب السماوات والأرض يكشف الضر عن من وقع به الضر يرفع البلاء عن الأمة ليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب هذا سيدنا أيوب يدعو ربه عز وجل فيسجل الله دعاءه بهذا الجلال وهذا الجمال وهذا القشوع كما نطق به أيوب يقول تعالى وأيوب يعني أذكر قصة أيوب ودعاء أيوب وأيوب إذ نادى ربه ليس له رب غيره إذ نادى ربه ماذا نادى ربه أيوب عليه سبحانه وتعالى بماذا بماذا دعى ربه سبحانه وتعالى أنت تتخيل أن أيوب نبي بلغ به المرض بلغ به المرض قرابة 18 عام كما تقول بعض الروايات وصبر على ذلك صبرا جميلا بتمام الرضا كعادة الأنبياء والصالحين وحينما أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعا بصيغة في منتهى العجب تأمل معي الطبيعي أنه يقول إيه ربي إني مساني الضر ربي إني مساني الضر فاكشف الضر عني أو اشفني أو أزل ارفع ما بي من بلاء ده المتوقع لكن العجيب أن أيوب عليه السلام دعا بهذه الصيغة الفريدة العجيبة الخاشعة المتبتلة التي فيها ذكاء إيماني بالغ وجمال وانكسار وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى رغم أنه مبتلا لكن هو يعرف أن الله تبارك وتعالى ما ابتلاه انتقاما إنما ابتلاه ليرفع درجاته وهو لا يسأل عن حكمة الله في الابتلاء لأنه يعلم أنه يعبد ربا حكيما ربا رحيما ربا عفوا ربا غفورا ربا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وبعدين وأنت أرحم الراحمين أدي الدعاء طب فين طلب الشفاء أين طلب أيوب في دعائه أني مساني الضر وأنت أعلم بحالي أني في ضر فشفني لا لم يقول هذا إنما وسع الأمر ليس طلب المريض أن يشفى من مرضه فقط إنما هو يحتاج لرحمات أخرى بعد الشفاء لا يتوقف طلب العبد لرحمات الله التي لا تنتهي ورحمتي واسعة كل شيء فلذلك قال بذكاء الإيمان و بلمعاني التقوى في قلوب الأنبياء والمرسلين قال كما حكى القرآن عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين كأنه والله أعلم بمراد يقول ها أنا عبدك يا الله وأنا مريض كما ابتليتني تصرف فيه برحمتك التي واسعت كل شيء شوف جمال وعبقرية الدعاء نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين فكيف سيتصرف أرحم الراحمين مع عبده المريض الفقير المحتاج المقروب المحزون كيف سيتصرف ما ظنك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الهجرة كما قال لأبي بكر في الغار ما ظنك قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا ما رد عليه قال له ادخل إلى آخر الغار حتى لا يرنى أحد إنما لا قال هذه الجملة التي فيها كل معاني التوكل وكل معاني التوحيد والتسليم والاستسلام والإسلام لله رب العالمين قال ما ظنك سأله هذا السؤال ليفتح ذكاء أبي بكر ويفتح أبواب اليقين في قلبه في ساعة الخوف وساعة العسرة وساعة الضيق وساعة الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما الدلو المعدلح سبها انتبأ ما ظنك باثنين الله القوي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ما ظنك باثنين معهما الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ما ظنك باثنين الله رب السماوات والأرض رب العالمين رب قريش التي تطاردنا الآن رب هذا الغار الذي نلجأ رب كل شيء ومليكه ناصيتنا بيده ما ظنك باثنين الله ثالثهما كأن النبي يقولها وهو يجلس في قصر لا يجلس في غار ما هذه الطمأنينة وما هذه السكينة وما هذا التوكل وما هذا الجلال وما هذا الخشوع وما هذا الجمال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تصرف في كما تحب وكما تريد يا أرحم الراحمين أنا فوضت أمري إليك وأنت ذو الرحمة ورحمتك ليست ضيقة إنما قلت عن نفسك ورحمته واسعت كل شيء فاجعلني شيئا تشمله رحمتك يا أرحم الراحمين قول بقى زي ما تقول وتخيل كما تتخيل واسب لنفسك ولمشعرك العنان تنطلق في بحبوحة وفي رحاب رحمة الله سبحانه وتعالى عشان كده بعض العلماء وبعض الدراسات قالك فيه حاجة اسمها الشفاء النفسي بالدعاء نفسه الشفاء بالدعاء يعني مجرد الإفضاء والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وترديد ألفاظ الدعاء سواء اللي جات في السنة أو دعاء يتوافق مع الكتاب والسنة يخرج من قلبك هذا فيه تخليص للإنسان من هموم قلبه ومن أحزان الدعاء بس قبل أن يحقق الله أمنيتك أو يستجيب دعاءك مجرد الدعاء يا رب يا كريم يا عظيم خصوصا لما تردد أسماء الله الحسنة وصفاته عز وجل وربنا أمر كده الله الأسماء الحسنة فادعوه بها فادعوه بها يا كريم يا رحيم يا عزيز يا كريم يا رحمن يا رحيم وهكذا فسيدنا أيوب يقول كده وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ربنا اللي كشف الضر عن أيوب أليس في ذهنك وفي ظنك الآن يا كل حزين يا كل مكروب يا كل حزينة يا كل حد مدائي بيسمعني الآن على وجه الكرة الأرضية في أقصى العالم وفي أدنى أليس الذي كشف الضر عن أيوب هو معنا الآن يسمعنا سبحانه ذو الجلال والإكرام قادر وقدرته صالحة وهو على كل شيء قدير أليس في ظنك أن الله قادر على أن يكشف غمتك بكلمة كن فيكون أنت تحتاج إلى هذا اليقين مجرد أن يصل إلى قلبك هذا اليقين تستريح حتى ولو لم ينكشف الهم أو الغم ربنا أعطى قوة قوة إيجابية قوة للسيطرة على مشاعر الحزن والإحباط والكبت وما إلى ذلك هذه القوة وحدها فيها شفاء للقلب فيها استعداد للدخول من باب الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن ما يحدث الآن من مضائق ستنكشف لا محل هذا اليقين وحده فيه مذاق جميل وفيه حلاوة وفيه بركة وفيه جمال وفيه تقوية للمشاعر وسيطرة على ما يقع فيه القلب من أحزان وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة آية الرحمة مش قال له وأنت أرحم الراحمين قال له رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ينئلك على نبي آخر وهو سيدنا يونس الذي يعرف بذنون صاحب الحوت وقصته معروف لكن هنا ربنا سبحانه تعالى يذكر أيضا تلفزه بالدعاء وهو في كرب لم يقع فيه مثله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات في الظلمات ده ابتلعه الحوت التقمه الحوت وغاص به في أعماق البحار ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت ظلمة الليل من الذي سيسمعك يا يونس لا فيه شبكات ولو معك موبايل عمره ما هي يتصل بحد من الذي سينقذك شوفوا في هذا الكرب الشديد لم ييأس هذا النبي وهو بشر من رحمة الله سبحانه وتعالى ربنا يقول كده وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ماذا قال أنت تتوقع لإنسان في هذا الموقف في بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث وفي جنح الليل ومش عارف له مصير إيه حينما يدعو يقول اللهم نجني اللهم أخرجني من بطن الحوت وأخرجني من البحر وألقني على البر وردني إلى الحياة كده طبيعي ما هذه حاجته الملحة أن يدعو بهذا لكن تخيلوا ماذا دعا سيدنا يونس القرآن بيقول كده وَذَنُّوني معنا اتصال أستاذة رغضة سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حضرتك وسهلا طيب وانت طيبة صدّال بسرعة قبل ما ندخل في نكمل موضوعنا أنه لم يرد دعاء خاص في يوم عشراء ولا يوم تسعاء وأنا برضو بحذر أحبابنا على الفيس هتلاقوا أدعية كثيرة ربما منقولة عن الشيعة يوم عشراء ده من أيام احتفالات فبيخترعوا حاجات وأدعية ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأدعية متعلقة بأوقات الطاعات وأوقات الصيام وأوقات كلما كان الإنسان متلبس بطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى صلاة أو صوم أو كده باب الدعاء يكون أرجى للقبول بإذن الله تبارك وتعالى فهنا سيدنا يونس يدعو دعاء في منتهى العجب يعني إن تعجب لسيدنا أيوب فاعجب أيضا لسيدنا يونس عليه السلام نادى ربه فنادى في الظلمات ظلمات البحر أو البحار ظلمات الليل ظلمات بطن الحوت الذي التقمه وجربيه في أعماق البحار لا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى نادى في الظلمات يقول إيه باب لا إله إلا أنت أنت ادخل في الكلمة دي بقى وشوف عايز يقول إيه لا إله إلا أنت ينجيني لا إله إلا أنت يكشف همي وغمي وكربي لا إله إلا أنت يسر أموري بعد أن تعصرت لا إله إلا أنت يغنني من فقري لا إله إلا أنت يخرجني من كربي لا إله إلا أنت يجبر خاطري إلى آخر ما تحب أن تقول وكل واحد عند وجيعة معينة يطرحها بين يدي من لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى والنبي يقول لنا لما تيجوا تدعى ربنا خلي بالكم للدعاء وخليكم حضرين مش اللسان يدعو والقلب غائب ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لأنك لا تدعو أصمة ولا غائبة إنما تدعو سميعا عليما قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع سبحانه وتعالى الله لا يغيب ولا يشغله لو كل الأرض كل الإنس والجن والطير والحشراء كلهم لو تحولوا إلى ألسنة داعية تدعو الله سبحانه وتعالى في وقت واحد لسمعهم سبحانه وتعالى تبارك سمع الله لسمعهم جميعا كلهم في وقت واحد لا يشغله سبحانه صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء ولا طلب عن طلب هذا هو ربنا الذي نعرفه رب العالمين الواحد والأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلما نيجي ندعي تدعي وتشوف إمكانيات ربنا إيه كلمة دي غلط أنا أصدها تشوف ربنا على على بعض الأشياء قدير وبعضها يعجز سبحانه عنه حاشاه عز وجل انت عملت يارى في القرآن والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء صفات الله سبحانه وتعالى انت مؤمن بهذا طب لماذا تستحسر عن الدعاء لماذا لا تلح وتكرر في الدعاء والنبي حذرنا من حالة معينة في الدعاء حالة الملل من الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فحينئذ يستحسر عن الدعاء يبطل دعاء خطر ده منتهى الخطر لأن الدعاء هو العبادة وترك الدعاء استكبار عن العبودية لله سبحانه وتعالى ومن اللي محتاج في كل نفس من أنفاسه في كل طرفة عين من الذي يحتاج لمن العبد يحتاج للرب ولا للرب يحتاج للعبد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله مش الفقر المالي بس أو المادي بس الفقر في كل شيء خزائن الأفراح عند الله سبحانه وتعالى ينزل لك منها إذا دعوته فيجعل مكان حزنك فرحة ومكان ضيقك فرجة ومكان عسرك يسرى دي خزائن عند الله سبحانه وتعالى ومكان مرضك صحة وقوة وعافية بيده عز وجل الكلام ده سهل لكن حينما نأخذه على محمل الجد ونتوكل على الله ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونستحضر الكلام اللي بندعي به ربنا سبحانه وتعالى مش مهم تجيب كتاب أدعية ومش مهم أنا كنت ماشي مرة يعني بطوف حول الكعبة في عمراء من العمرات سمعت سيدة يمكن ريفية ستة بسيطة جدا مش عارفة تدعي بإيه وعارفة إن ده مكان الأدعية وناس مسكة كتب بتدعي أبكتني بكاء شديدا وهي تدعو الله سبحانه وتقول إيه تقول له يا رب وعمل تبكي بكاء شديد والله ما قالت غير إنها تقول يا رب طب أنا جيت لك هو يا رب أنا جيت لك هو يا رب أنا جيت لك هو بس ما بتقولش غير كده هذه هي استجيب الله لها لا تملك غير هذا وتقول الكلمة بمنتهى الإخلاص الذي يظهر على دعائيا وبكائيا وأبكتنا وأبكت من سمعها في هذا الوقت فالدعاء إخلاص ولو بالجملة القتلة هو سيدنا سيدنا أيوب لما دعا قال لنا مئة دعاء أبدا أني مسني الضر عدهم كم كلمة أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم مش هو بس وكذلك ذي البشرى بقى وكذلك ننجي المؤمنين اللي يتمثلوا هذا الخشوع وهذا البكاء وهذه الضراعة وهذا الاقتراب هذا القرب من الله سبحانه وتعالى وهذا اليقين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وكان كبير في السنة وكلكم عارفين من قصة سيدنا زكريا فوهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إيه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا وطمعا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين دي أحوال سريعة من أحوال الأنبياء الذين عرفوا ربهم سبحانه وتعالى من طريق القرب الطريق السهل ما يعني الطريق الذي هو مفتوح أبدا الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد أتاه وجاءه راغبا وراهبا نهو الكريم سبحانه وتعالى الذي عطاؤه لا ينفد فإحنا محتاجين نتحقق وإحنا بندعو ونسأل نفسه أنا أدعي مين رب العالمين من الله سبحانه وتعالى من هو الله أتعرف عليه من خلال دعائي فإذا بالقلب يلين وإذا بي أتذوق حلاوة الدعاء مهما كان الكرب اللي أنا فيه ومهما كان الزعل ومهما كانت الأزمة أنا أدعوك لأني فقير إليك وأنت تستحق أن تدعى وتسأل وأنا أمتثل أمرك لأنك قلت واسأل الله من فضله فإني يا رب يا كريم يا رحم أسألك من فضلك العظيم طيب هذا نماذج أو هذه نماذج سريعة من أدعية الأنبياء وشوفنا سيدنا إبراهيم وقولنا أبلك شوفوا المكان بيرفع قواعد الكعبة البيت الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلم أنا وابن ده إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا شوفوا الدعاء وضخمته بيدعي لنفسه لابنه مش بس بيدعي إن ربنا يخلق من صلبه ذرية وأمة موحدة هل استجاب الله لإبراهيم شوف دعوة ضخمة لكن لم يستعظم على ربه سبحانه وتعالى ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أدعية تحققت لم يستعظم على الله تبارك وتعالى أن يدعو أن يخلق الله أمة تقول لله عند هذا البيت لبيك اللهم لبيك وحصل ولا ما حصلش استجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم لكنه منشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى فيدعو الله بما أفاء الله سبحانه وتعالى فأنت لا تستعظم ما تقولش ربنا بس يعني بس ربنا يديني معرفش إيه هو ربنا يعني يعجز أن يعطيك ما تتمنى وأكثر مما تتمنى سألوا الله من فضله سبحانه وتعالى ومش بس في الدنيا الدنيا والآخرة ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ده خطر الدنيا دي مرحلة لكن الشاطر بقى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يبقى شمل الدنيا والآخرة فهو ده دي الشطارة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى لدنياك ولأخراك والنبي عليه الصلاة والسلام لما نيجي الأدعية النبي عليه الصلاة والسلام هتليه علمنا حاجات بديعة وحاجات جميلة تصلح أحوالنا على مستوى الفرد على مستوى الجيران على مستوى الحي على مستوى الأمة تصلح دنيانا وقبرنا وآخرتنا ووقوفنا بين يد الله سبحانه وتعالى كل ده دعا به النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا نوح وانتوا عارفين قصته فدعا ربه أني مغلوب شوفوا نبي عظيم من قولي العزم سيدنا نوح يبوء إلى الله ويعترف أنا مغلوب يا رب ما ليش حيل يا رب كن لي ولا تكن علي فدعا ربه برضو القرآن سجل دعاءه في سورة القام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا على طول الإجابة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يا سلام على الجمال ويا سلام على العظمة وتقول لنفسك وانت تقرأ هذه الآيات طب ربنا اللي نجى سيدنا نوح في السفينة وأهلك الظالمين والمعتدين مش قادر أني حقق لي مطلبي انت راجع هذه المعاني جواك محتاجين نراجع هذه المعاني حتى لا نعبد الله عبادة بردة عبادة باردة باهتة فاترة مفهاش حياة مفهاش نشاط مفهاش حاوية مفهاش كوهج مفهاش إيجابية لا يحقق الدعاء مراده إذا دعونا الله سبحانه يبقى كلام بنردده خلاص وأدعي حفظنها دعاء يوم كذا دعاء ساعد كذا لا احنا بندعو لأن الدعاء عبادة لله الله يحب أن يسمع أصواتنا وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى لما ندعو الله بهذا الظن وبحسن ظننا بالله عز وجل الله تبارك وتعالى يفتح لنا أبوابه عز وجل والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بس اشكر الله والشكر واجب على العبد لربه عز وجل والإيمان بالله واجب لأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يؤمن به العبد وهذا لمصلحة العبد لن يضر الله شيئا إذا كفر العبد بربه ولن ينفع الله تبارك وتعالى شيئا إذا آمن العبد بربه إنما هو إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ببساطة شديد القصة قصتك يعني الإنسان اللي يسعى في الخير فهو لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه بس الحكاية كلها كده ببساطة شديد إنما من عمل ربنا على إنه إنه محتاج لصلاتنا محتاج لليوم اللي هصومه محتاج من قال هذا أنتم الفقراء إلى الله وإحساسك بين شراح الصدر وإن روحك خفيفة هذا من أثر العبادة التي عبدتها لله فهو صاحب المن والفضل إن وفأت بينما في آلاف مؤلفة غفلنين عن ربنا سبحانه وتعالى وهيأك أنت لتصوم يوما أو لتحافظ على صلواتك أو تتصدق أو تسعى في الخيرات أو أن تصلح بين الناس أو يفتح لك باب خير هذا من توفيق الله لك وإلا في ناس كتير محرومة من الحكاية دي احسبها كده وهي كذلك قال أحد الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي وهو نبي بيقول كده وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هو ده الاعتراف وهو ده اللي خل الإنسان عارف حدوده مع الله سبحانه وتعالى فقير متبت وده حال النبي في دعاء ولم نيجي الأدعية النبي أو بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نلاقيها تستغرب النبي كأنه ده تشبيه مجرد تشبيه يعني وأستغفر الله منه كأن الذي يدعو الله غرآن في الزنوب مش نبي ونبي خاتم الأنبياء ونبي ربنا قال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر نبي بهذه الصفات وهذه المنح حينما تراه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الانكسار وهذا الافتقار وهذا الانكباب وهذا الخشوع ويقوم من الليل حتى تتشقق وتتورم قدماه عليه الصلاة والسلام إيه يا رسول الله ليه كل ده وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر سبقت نبيها السيدة عائشة لما تقول له هذا الكلام يعني لما تجهد نفسك كل هذا الجد ده واحد عايز يكطر من حسنات أو واحد عنده زنوب كتير فعايز يصلي كتير ويطيل القيام حتى يغفرها الله لك لكن أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلما هذا العرق ولماذا هذا البكاء ولما هذا أنت تخيلوا النبي يكون عند إحدى زوجاته فيطيل السجود حتى تخشى عليه زوجته أنه قد يكون قبض مات عليه الصلاة والسلام يعني سجد فطال به السجود فتقرب منه كده تسمعه بيقول إيه تخيل الدعاء ده من دعية النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه كان أكثر ما يقول في سجوده يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وانت عارف قدره ومقداره عند ربه عز وجل كان أكثر ما يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ثبت قلبي على دينك ده احنا بنتترس بك ونحتمي بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي أخرجنا الله بك من الظلمات إلى النور أنت تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على محتاج أن يثبتك الله أم لا نقول إحنا إيه في زمن أمواج الفتن والتيارات والغفلة والشهوات نروح فين النبي يعلمنا أننا لا ملجأ من الله إلا إليه هي دي الحقيقة ليس لها من دون الله كاشفة والله العظيم أنا أعرف ناس يعني ما شاء الله من الغنى ما تقوليش عنده كل الإمكانيات ويبات الليل يبكي لأن أولاده ما بيسألوش عليه ورباهم أحسن تربيه وعلمهم بلاش رباهم أحسن تربيه لأنه العلم تربيه ما يعملوش كده لكن علمهم في جامعات أوروبا وفي أمريكا ومع ذلك لما كبر في السن وأعطاهم من المال أنا بتكلم عن أشخاص حقيقيين أعرفهم جيدا لكن محدش بفكر يسأل فيه خلاص كله بقى مشغول لأنهم لم يتعلموا همو من ناس كثيرة لا يصرها مال كثير ولا منصب وإلا إذا كان من وراء ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى فنعمل مال الصالح للرجل الصالح ونعم المنصب والجاه والمسؤولية إذا كانت لرجل أو لإنسان يتق الله ويحاول أن يؤثر أحوال الناس وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهد نفسه في العبادة وهو مغفور له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن ما تتأمل في شخصية النبي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى تقول إيه ده يا رسول الله كل ده ليه يعني هذا الانكسار وهذا البكاء وهذا الافتقار ليه يا رسول الله لأنه النبي العابد وقال عن نفسه يرد على السيدة عائشة يعني ليه لما تجهد نفسك في كل هذه العبادة وتتورم قدمات قال كلمة تدل على الجمال والبساطة ومعرفته لربي عز وجل طيب يعني إذا كان ربنا غفر لي زي ما أنت بتقولي كده ما تقدم من ذنبه وما تأخر زي ما كما قالت سورة الفتح عن الامي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورة يعني إلا أقدم لك حاجة مش تشكره يعني شوفوا هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف خرج من مكة ليبحث عن أناس وقلوب أخرى ربما تكون يعني ناس بتفهم شوي عن مكة والعملته فراح أنتوا عارفين اللي حصل للناس أغروا به سفقهاءهم حتى جري العيال يضربوه بالحجارة عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله يعني أنا كلما بقرأ الحكاية دي في السيرة النبوية لا أتحمل يعني كيف كيف عانى رسول الله وأبلها في مكة يرمع على ظهره هو ساجد لربه عز وجل سال الجهو يتحكوا من قلبهم حسبنا الله يتحكوا من قلبهم ويستلقوا على ظهرهم من رمو الأوساخ والقزرات على أشرف ظهر لأشرف موجود في هذا الكون صلواته الله وسلامه عليه شوفوا النبي تحمل قد إيه عليه الصلاة والسلام في سبيل الله وفي سبيل أن يخرج هذه الأمة بفضل ربه وبأمر مولاه من الظلمات إلى النور عشان تحافظوا على تراث نبيكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ندفع فيها كتير النبي دفع فيها من دمه من عرقه ومن الحديد المغفر اللي دخل فيه وجنتي وانكسرت ربعياته عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله خير خلق الله المعصوم عليه الصلاة والسلام وأنت لا تعرف قدره عند ربي عز وجل ومع ذلك فعي به ذلك من أجل هذه الأمة ومن أجل أن يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور وقول كده رب اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض يعني يا رب نجي هذه العصبة البقية كم واحد دول هم اللي شيلين التوحيد وشيلين الأمانة فلو هلكوا لن يبقى من يوحدك في الأرض يدعو الله وهو يبكي لربه سبحانه وتعالى فشوفوا في رحلة الطائف بعدما أجهدوه وأدموا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وانتحى منهم جانبا عليه الصلاة والسلام وجلس في ظل حائط يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الله يقول إيه بقى شوفوا كأنك سامع النبي ونبرات صوته عليه الصلاة والسلام وكأنك ترى وجهه الشريف وليحيته التي اخضلت بدموعه عليه الصلاة والسلام كل ده يبينه لك الدعاء اللي هقوله لك ده وحضرتكم عارفين قاعد على جنب النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعاناة اللي عناها صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى يقول إيه بقى اللهم أشكو إليك ما ليش غيرك وأنت رأيت ما فعل بي وأنا رسولك عبدك ورسولك اللهم أشكو إليك ضعف قوتي طبعا أروح لمن غيرك ليس لي إلا أنت وأنت الذي أرسلتني وأنت الذي كلفتني بهذه الرسالة وها أنا جئت إليهم فرأيت يا ربي ما فعلوا بي أشكو إليك ضعف قوتي أنا عايزة بتتخيل أن النبي محمد هو اللي بيقول كده ضعف قوتي إحنا يمكن ما نتخيلش دلوقتي إن إحنا أمة المليار مين دا مين دا اللي زعل النبي ولا يشتمي النبي ولا يتجرأ على رسول الله دا إحنا أمة تسد عين الشمس بس ما كانش فيه الأمة دي كان النبي الواحد وعليه الصلاة والسلام وأفراد قلائل متخفيين في هذه اللحظات أشكو إليك ضعف قوتي وقل تحيلتي وهواني على الناس يا 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 رسول الله وهواني على الناس أنتهين على الناس بنتكحل أعيننا يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله حيث أقول له ما تقولش كده يا رسول الله أبدا هواني على الناس دل لا يعرف قيمتك ولا يعرف قدرك نحن الذين عرفناك وما شفناكش آمنا بك ولم نرك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله شف يقولي أشكو إليك ضعف ده أنت دلوقتي متعر الدعاء ده إنك عايز تجري على النبي تحضنه متزعلش يا حبيبي عايز تقول للنبي من زعلك في داك روحي يا رسول الله في داك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله تقولش كده يا رسول الله لكنه النبي العابد عليه الصلاة والسلام يقول أشكو إليك أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس بعدين يقول يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنا مستضعف يا رب ما ليش عزوة ليس لي ناصر غيرك ليس لي نصير إلا أنت وأنت السند وأنت الظهير تبارك وتعالى أنت رب المستضعفين وأنت ربي أنت رب المستضعفين وأنا الآن منهم يا رب وأنت ربي ثم يكمل لدعاءه يقول إلى من تكلني سبني المين يا رب يا رب أنا ما ليش غيرك يا رب أنا ليس لي إلا أنت يا رب إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني يكشر في وشي ويلقي علي الحجارة أو يصلت علي إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري وأنا ليس لي حيلة وما جئتهم لأحمل عليهم سلاحا ولا لأقاومهم ولا أطلب منهم أجرا إنما كل ما قلته كل جريمتي في نظرهم أن قلت لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه هو دلل النبي آله عليه الصلاة والسلام آمت الدنيا وما عادتش لا إله إلا الله صعبة دي دي خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ومع ذلك كان نتيجة هذا أن فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا فبيدع ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وأنا وإنت وأي حد أي مسلم أو أي مسلمة ممكن يقع في أزمة ويتلاقي الناس تنكرت له وقارب الناس ادلك أفاة من خلاص كان حبيبك شوية وخلاص وحصل جفوة ولقيت نفسك لوحدك والناس انشغلت عنك وكل واحد عنده همه وحسيت بغربة وكأنك قاعد في الصحراء إحساس مر وصعب تقول إيه؟ تقول زي ما سيدك النبي قال يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعف يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري شوف بقى عودية النبي يقول إيه في بقية هذا الدعاء يا رب مهما حصل لي أهم شيء إنك يا رب تكون راضي عني طب أنت يا رسول الله كل زر كل نفس فيك لربنا سبحانه وتعالى ولدين الله وللإسلام الذي أرسلك الله لتعلمه الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبالقول اللين أنت مش جاي لنفسك ولا جاي تطلب جاه ولا مال ولا منصب ولا حاجة طب ما دا تعرض عليك قالوله تعالى هنتفق معك اتفاق إياه إن كنت تريد مالا جمعنا لك من كرائم أموالنا من نفائس الأموال أحسن أموال ونخليك أغنى واحد فينا طب إذا كنت تريد الزواج يشوف لك أحسن بنت وأجمل بنت ونجوزك إذ كنت بتعاني من مرض ولا من أي حاجة نجيب لك الأحسن أطباء إن كنت تريد ملكا كمان الحتة اللي مسكين فيها قوي ملكناك علينا وخليناك أنت زعيم القبائل طب النبي لو كان طالب دنيا ولهما كان يوافق ولا القصة يبقى فيها مفاوضات إنما القصة مش كده القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعرف الناس بربهم عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور من الباطل إلى الحق من الشر إلى الخير من التقاتل والاقتتال والكلام بلغة السلاح والسيوف إلى لغة الحب والخير والسلام والعدل هو دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايز حاجة من الدنيا كان وافق بأي شرط من هذه الشروط وبلاش تعب ولا يعزبه أصحابه ولا يطارده ولا فيه هجرة ولا الكلام ده كل لكن النبي مش ده هدفه النبي جاء إنما ليؤسس للحق للنور للهدى للخير للعدالة للكرامة لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فقل له أنا يا رب رغم اللي حصل لي والدماء اللي نزل من رجلي والغرب اللي أنا فيها وأنا هنا الوحدي وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهامني أو عدو ملكته أمري يقول الجملة الجميلة دي إن لم يكن بك علي غضب فلا أباغي كل شيء بعد كده سهل المهم تكون راضي عنه هو ده النبي العابد إمام الموحدين أول العابدين صلوات الله والسلام عليك كل شيء يهون حتى نفسي لو بذلتها في سبيلك يا رب أرخص ما يكون وليس في عظمة نفس النبي صلى الله عليه وسلم لكن أمام رضاء الله سبحانه وتعالى فرضى الله عند النبي مقدم على كل شيء كل شيء بقى رخيص يباع لله باع نفسه وكل شيء كل غال رخيص عند الله سبحانه وتعالى في نفس النبي والمؤمنين من ورائه إذا رضي الله تبارك وتعالى عنه فبيقول كده إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك ولكن عافيتك أوسع لي أنا أسألك العفو والعافية أنا عبدك وأنت ربي فعافني واعف عني واصرف عني أنا فقط يا رب أريد أن أبلغ دعوتك وأن ينشرح صدر الناس له مش عايز أكتر من كده أنا كل هدفي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم بس عايز الناس تدوق بس الحق تعرف الله سبحانه وتعالى وخلاص إذا عرفت ربنا سبحانه وتعالى واهتدت إن فتحت لها الحياة زي الأمن دول إن تقتركوا كل شيء لله لأنهم عرفوا الله فكسبوا وعرفوا أنهم أغنى أغنياء الدنيا والآقرة حينما يعرف العبد ربه ويسلم وجهه الله سبحانه وتعالى ليدوء كده يعرف فبيقوله لكن عافيتك أوسع لي ثم يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات يا سلام على جمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا كما جاء في أواخر سورة الزمر جمال القرآن والنبي واخد من دعاء القرآن ومن صيغ القرآن أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك شوفه هو دا اللي يهم النبي صلى الله عليه وسلم هو دا اللي يهمه إن لم يكن بك علي غضب كل حاجة بعد كده سهل عارفيني الحكاية دي يا جماعة لو إحنا تحققنا منها فعلا أن كل أمل أن ربنا يرضى عني وطبعا نسأل الله العفو والعافية لا نتمنى بلاء ولا نتمنى هم في بعض الناس يقول لا يا رب وأكتر من كده نقابل بس أنت ترضى لا غلط غلط النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله عبدا خيرا من العافية نسأل الله العافية ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ولكن عافيتك هي أوسع لي وقال له يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي لكن بيقول له يا رب أنا أهم حاجة عندي أن ترضى عني ولا تغضب علي دي منتهى العبودية طب دا أنت رسول الله وختم الأنبياء والمرسلين لماذا تقول هذا يا سيد الخلق وحبيب الحق هو ربنا هيغضب عليك لكن افتقار وانكسار وعبودية لله سبحانه وتعالى من هذا القلب العظيم قلب محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر